اهلا بكم من جديد عاد رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركيا للشيخ من جديد ليثير الجدل بشأن مواقفه بخصوص القضايا المتعلقة بالكرة المصرية وبعد تغريدته المثيرة للجدل في مارس الماضي بشأن النجم المصري المتعلق محمد صلاح عقب ساعات من المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي على مصر اثنين واحد ونشره صورة وارفقها بتعليق قال فيه لازم يحشن ابلكاس العالم صرح تركيا للشيخ بانه يتمنى اصابة نجم الكرة المصرية محمد صلاح والتخلص منه ورغبته في ابتعاد صلاح عن كأس العالم المقبلة في روسيا المضيف والتي ستشهد وجود المنتخبين المصري والسعودي في المجموعة الاولى فلنتابع أنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في اجتماع الوزراء الرياضة العرب قبل كم يوم في القاهرة وطلب أخونا الوزير العراقي والوزير الليبي دعنا نقول سر يعني لمشاركة المنتخب المصري في العراق وليبيا عشان رفع الحصار وعشان كده وفخامة الرئيس رجل وطني وعروبي على طول وجه وقال المنتخب المصري أول منتخب يشارك وأولا فأنا أخذت المايك وقلت يا فخامة الرئيس أنا أتمنى عليك أن يكون قبل كأس العالم مشاركة يعني سبحان الله تأتي إصابة من هنا شيء من هنا مبراشة نتخلص من صلاح أو من أحد للفترة محدودة يعني إن شاء الله إن شاء الله يجيلوا إصابة فأنا نتخلص منه لفترة محدودة لغاية بس ما يعدي مباراة المنتخب المصري والمنتخب السعودي في كأس العالم حول هذا الموضوع ينضم إلينا في السوديو الناقض الرياضي أحمد سعد أستاذ أحمد رحب بك معنا أستاذ أحمد كلام تركيا للشيخ اللي نسمعنا دلوقتي ممكن يتخذ في إطار المزاح فقط لغير ليس أكثر من ذلك أم هي أصبحت رغبة عبر عنها سواء على تويتر قبل في مارس الماضي أو الآن على الهواء مباشرة أن يصاب محمد صلاح قبل كأس العالم لا هو طبعا نحن يبدو أن نحن في الزمن اللي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه أنه يأتي زمن على الناس ينطق فيه الروايبضة ونحن يبدو أن هذا زمن الروايبضة في كنت يعني الشيخ مسؤول عن الرياضة في المملكة العربية السعودية هذا الكلام لا يخرج عن مسؤول بحجم واحد مسؤول عن الهيئة العامة للرياضة في السعودية ممكن واحد من العامة ممكن واحد من الشارع حتى في إيطار المزاح والسخرية حتى في إيطار المزاح ونرده بتكلم على أهم لعيب في مصر وأهم لعيب يعتبر العالم دلوقت محمد صلاح من اللعيبة المعدودة دلوقت على مستوى العالم اللي هي لها مكانة ولها يعني ظروفها خاصة محمد صلاح دلوقت أصبح نجم كبير أصبح يعول عليه تعول عليه بلاد تعول عليه جماهير أندية محمد صلاح لم يعد مجرد لاعب عادي فبالتالي هو لما ينطق بمثل هذا الكلام هو للأسف الشديد لا ينطق به كراجل مسؤول وإنما كمشجع درجة ثالثة يعني يجلس على رصيف ويتحدث بشكل لا يناسب قيمة محمد صلاح ولا قيمة راجل مسؤول في الهيئة العامة للرياضة بالسعودية أستاذ أحمد نتذكر التويتر التي أثرت أيضا الجدل من تركيا آل الشيخ حول محمد صلاح وكانت في مارس الماضي أيضا بشكل أو بآخر التويتر ستكون على شاشتنا الآن حط صورة محمد صلاح تركيا آل الشيخ على حسابه الرسمي سؤال لازمي وحشنا أبل كاس العالم وحط الإيموشن يعني أن نفسه محمد صلاح بشكل آخر ما يكونش موجود في مباراة مصر والمملكة العربية السعودية طيب خليني أسأل سؤال أوساء الاهتمام المتزايد من تركيا آل الشيخ سواء بالنجم محمد صلاح أو بالكرة في مصر بشكل عام كيف تقيمه؟ هل هو إيجابي أو سلبي؟ ما فيش خلاف طبعا أنه فيه اهتمام شديد جدا واهتمام مبلغ فيه واهتمام يسير التساؤلات ويسير علامات الاستفاهم الكثيرة ويسير علامات التعجب لماذا هذا الاهتمام فيه الوقت الحالي بالقرى المصرية وبالشأن الرياضي من قبل السعودية على وجه الخصوص يعني تركيا آل الشيخ بيدعم النادي الأهلي بيدعم نادي الزمالك قال أنه ابن استاد للنادي الأهلي وعد الزمالك أنه ممكن يساهم في عمل استاد للنادي الزمالك ووعد مدرب جديد على من النادي الأهلي بالضبط ده بالإضافة المجموعة كبيرة من اللعبة احترفت في الأندي الزمالك في الوقت القصير الماضي. أنا قلت قبل كده أن السعودية تقوم ببعض الأعمال التي تغضب الشعب المصري ببيع بشراء تيران وصنافير بشراء ألف كيلو متر السيسي يعطي السعودية عطاء واسعا ولابد أنه ده يقابله رضاء شعبي. يقابله إزاي رضاء شعبي؟ أنه هو يستحوز على رضاء الجماهير الأهل والزمالك بأنه هو يدعم لهم فرقتهم. وأنه هو يبقى واقف جنب فرقهم. وبالتالي الجماهير تبقى قاضية. والجماهير طبعا جماهير الكورة في الأهل والزمالك تمثل القاعدة الأكبر من أفراد الشعب المصري. أكبر حزبين في مصر. الناقد الرياضي أحمد سعد. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. 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 شكرا.